اهلا بحضاراتكم من جديد في مباراة 2003 اللي فاس فيها الزمالك على الاهلي المباراة دي كانت فيها عجب العجاب هقول لحضاراتكم كابتن ميدو كان مدرب وكان ولي امر في نفس الوقت وكان وقف على الخط افتح لنا الكادر لو سمحت سامير زي ما احنا شايفين دي المباراة الاهلي والزمالك اللي تلعبت في ملعب الزمالك هو الكابتن ميدو يعني هو بيكلم ناجله قبل ما ينزل المباراة يعني يا ترى اللقطات دي بنشوفها في اي ملعب احنا عندنا في النادي الاهلي كابتن سيد معوض ابنه بيلعب في الكطاع وبيتابع المباريات كابتن سيد عبدالحفيز ابنه يوسف بيلعب في النادي الاهلي في فريق 2005 وايضا بيتابع المباريات وده من حقه كواليه امر انه يتابع ابنه في التدريب تابع ابنه في المباريات دايما ندعمه دايما نسنده وده حقه لكن لما بتشوف الكابتن سيد معوض وكابتن سيد العفيز وهم قاعدين برا هل ممكن نشوف ان كابتن سيد يجيب ابنه أثناء المباراة تعالى انا هديك نصايح واحد اتنين ثلاثة لا هل الكابتن سيد معوض في مرة من المباراة وحنا بنزيع مباريات كتير امن على الكرسي كده وقف على الخط وانه ده ابنه عمر تعالى سيب المدرب تعالى انا هقولك نصايح او شفت الكابتن سيد معوض او ايا كان مين وقف على الخط زي المدير الفني وقف بيوجه اللعبة وبتكلم عجب العجاب يا طرف العالمية اللقاطات دي موجودة في الكرة العالمية يا كابتن ميدو بتشوف يعني كان اللقاطات دي موجودة انه وليه امر يوقف على الخط ينادي ابنه أثناء المباراة تعالى اوجهك مالكش دعوة بالمدير الفني حقك انك تساند ابنك وحقك انك تدعمه لكن احنا هنا بننصحك كواليه امر كلام ده ما بيحصلش